باستثمارات تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار وقع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقية حجز الأرض لإقامة مصنع إنتاج الحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي يعد الأكبر من نوعه في هذا المجال حيث ستستخدم مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في عمليات التصنيع المنتجات السلطنة في خلال السنوات القادمة ستسعى بأن تستخدم الطاقة المتجددة وكان هذا المشروع مثل ما ذكرنا باكورة تلك المشاريع التي ستستفيد من تلك الطاقة طبعا في البداية رح يكون أمام هذه المشاريع القدرة على استخدام طاقة الغاز إلى أن تنتقل إلى الطاقة المتجددة يقع المشروع بمحاذاة من الدقم في مساحة كبيرة الحقيقة كيلومترين مربع والدقم لديها الآن القدرة على استيعاب أكثر من هذا المشروع ولذلك حجزت أراضي في تلك المنطقة لمشاريع مستقبلية سواء كانت مشاريع حديد أخرى أو مشاريع ألمونيوم أو غير من المشاريع المشروع يقام على مساحة تقارب كيلومترين في المخطط التابع لميناء الدقم لإنتاج خمسة ملايين طن متري من الحديد الأخضر سنويا ومن المخطط يقوم المصنع بتزويد أول نوع من الحديد لمجموعة من مصانع السيارات العالمية كما سيزود أسواق دول مجلس التعاون وسيخدم سلاسل التوريد في جميع أنحاء أوروبا واليابان ودول أخرى في قطاعي المركبات والأجهزة المنزلية الاستهلاكية المشروع هذا تكمن أهميته الأولى في أنه مشروع بيكون صريق البيئة مشروع يسمى بالاستيل الأخضر اللي هو الحديد الأخضر بيكون معظم المواد الداخلة في إنتاجه وعن طريق إنتاج الهايدروجين الأخضر في منطقة الدقم هو بيكون أساس للطاقة المستخدمة في إنتاج هذا الحديد هذا المصنع راح يكون طاقة إنتاجية خمسة مليون طن في السنة ويعتبر من أكبر المشاريع الانتجريتيد بلانت اللي هي المتكاملة على مستوى مجلس تعاون الخليجي التنفيذ راح يكون إن شاء الله خلال سنتين الفين وربع وعشرين الانتهاء من سنتين إلى ثلاث سنوات ويشكل المشروع دليلا على همية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كوجهة رائدة وجاذبة للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي ستستفيد من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر نظرا لتوفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدار العام وهو الأمر الذي سيشجع على جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة إلى سلطنة عمان بشكل عام والدقم بشكل خاص والتي تلب المتطلبات الصناعية وتحقق التوجه الاستراتيجي في استخدام الطاقة البديلة والموارد الطبيعية المستدامة تماشيا مع أولويات رؤية عمان عشرين أربعين والاستراتيجية الوطنية الشاملة للاستثمار في الخفض من الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربونية